نقطة ضعف الستات وسمع نصيحة أبولي عن الجواز واتجوز ست مرات منهم سمية الخشاب وسمية الألفي وتخانق مع فيفي عبده وسجنته أسرار في حياة الفنين متحد صالح وسبب جوازه ست مرات ما فيه الشك إن الفنين متحد صالح من أكتر الأسماء المسيرة للجدل على الساحة الفنية فرغم نجاحاته الفنية الكتير على الساحة الفنية لكن اسمه كان دايماً مسير للجدل سواء بسبب جوازاته الكتير أو بسبب مشكله مع الفنانين والفنانات في الوسط الفني فيترى إيه أسرار الفنين متحد صالح وإيه سبب جوازاته الكتير الفنين متحد صالح اسمه الحقيقي هو محمد محمود صالح وهبة أما اسمه الفني متحد صالح اتولت في نوفمبر سنة 1960 في رود الفرج بالقاهرة نشأ متحد نشأة دينية ودرس في الأزهر الشريف وبدأ مشواره الفني من الطفولة وقتها اكتشفه الدكتور يوسف شوقي وهو بيغني في الحفلات المدرسية فقدمه القبلة فضيلة وكان بيغني في برنامجها وقدم ألبوم لي سنة 85 وتوالت نجاحات متحد صالح وشارك كمان في عدد من الأفلام والمسرحيات ورغم النجاح الكبير اللي حقه الفنان متحد لكنه عيش حياة عائلية غير مستقرة بسبب أن نقطة ضعف الستات فكان كل واحدة يشوفها وتعجبه ويتجوزها ونفذ نصيحة وله لي فسبق وقال له أنه لازم يحجم حبه للستات عشان ما يقعش في الغلط ولو حس بحاجة ناحية أي ست يتجوزها على طول حتى لو هيتجوز كتير فسبق واعترف متحد صالح أنه بيحب الستات وقال ما فيش راجل طبيعي ما بيحبش الستات الفكرة أن الشهوة بتبقى مرتبطة بالجواز أنا أتمنى أن كل الشباب يبقى زي كده لأن الشهوة لو لم تترجم لجواز هتبقى الحياة صعبة ولو وجدت شهوة وعندك القدرة أنك تتجوز اتجوز إنما لو وجدت وعندك القدرة وما تجوزتش وبتتعامل أنك ترضي شهوتك بس الدنيا كلها تبقى مش مزبوطة والدي قال لي لو حبيت ست وكان عندك القدرة للجواز اتجوزها ونفذ متحد صالح نصيحة أبو لي وتجوز ست مرات أولهم نورة واللي جوازهم ما استمرش فترة طويلة فما قعدوش غير ست شهور بس مع بعض وقال إنهم انفصلوا في الفترة دي بسبب أنه كان عيل صغير على حسب تعبيره أما الزوجة الثانية فكانت ليلة صديق وهي أم ولاده وجاب منها هانية وآدم لكن انفصلوا عن بعض وما صرحوش بالأسباب وتجوز متحد صالح للمرة الثالثة من الفنانة سمية الألفي طالقة الفنان فاروق الفشاوي ورغم إنها أكبر منه بسبع سنين لكنهم اتجوزوا واستمر جوازهم سنتين وانفصلوا عن بعض أما المرة الرابعة فكانت من الفنانة شيرينسي في النصر في يونيو 2002 وانفصلوا عن بعض بعد مرور أربع شهور وقال وقتها أن سبب انفصلهم عن بعض هي خلافاته مع الفنانة في في عبده أما الجوازة الخمسة والمستمرة معه الحدد الوقتي هي من كاتبة الأغاني نورة الباز وتجوزها في 2011 بعد قصة حب كبيرة ما بينهم والحدد الوقتي مستقرين وما انفصلوش وسبق وصرح الفنان متحد صالح إنه جوز الفنانة سمية الخشاب لمدة سنتين لكنها نفت الخبر أكتر من مرة وقالت إنها ما شافتهوش في حياتها غير مرتين بس الغريبة إن ارتباط متحد صالح بستات ما كانش في علاقات الحب بس ده كمان كان في خلافات بتحصل بينه وبين الفنانات زي الخلافات اللي حصلت بينه وبين الفنانة في في عبده واللي كانت بينهم علاقة صداقة قوية بعد مسرحية حزمني واتفقوا يعملوا استوديو تسجيلات صوتية في الهرم ودفع كل واحد فيهم نص المبلغ لكن للستوديو ما حققش أرباح فطلبت فيفي منه إنه يرد لها المبلغ والستوديو يبقى بتاعه لوحده ورفعت قضية عليه وتحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وكفالة 200 ألف جنيه بسبب تحرير وشكات بدون رصيد لكن اتصلحه وتنزت عن قضية بعد تسوية الأمور ما بينهم فيترى متحد صالح بعد كل اللي مر بيه هيستقر خلاص ولا هيتجوز مرة تانية ترجمة نانسي قنقر